اشتركوا في القناة دراسة كيفية انجاز المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات المتمنة لهذا الدرس لدينا نظام آلي نستعمله في التثقيب والممثل أمامكم بهذا الرسم إذن تصل القطعة المراد تثقيبها إلى مركز التثقيب وبالتحديد إلى الملزمة الضغط على الملتقط S يبين وجود القطعة في الملزمة مما يؤدي إلى تثبيتها بواسطة الدافعة بعدما تثبت القطعة في الملزمة ينزل المثقاب فينزل المثقاب ونقوم بعملية التثقيب وبعد عملية التثقيب ننتظر مدة لإنهاء عملية التثقيب ثم عندنا صعود المثقاب لما يصعد المثقاب تتحرر القطعة برجوع الدافعة A وتعاد وتتكرر هذه العملية كلما وجدت قطعة في الملزمة هنا لا نتطرق إلى كيفية وصول القطعة إلى الملزمة وكذلك بالنسبة لدوران المحرك وكذلك لا نتطرق إلى كيفية إخلاء القطعة من مركز التثقيب إذن لإنشاء المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات إذن دفتر شروط تعهاد النظام عند وصول القطعة إلى مركز التثقيب يعطي الملتقط S إشارة انطلاق الدورة لتتم وفق المراحل التالية في المرحلة الأولى خروج ساقة دافعة A لتثبيت القطعة في المرحلة الثانية نزول دافعة B للتثقيب القطعة في المرحلة الثالثة تصعد الدافعة أو صعود دافعة B لكن يكون هذا بعد تأجيل مدته 30 ثانية للسماح لإنهاء عملية التثقيب في المرحلة الرابعة الضغط على المنطقة B0 يسمح بدخول ساقة دافعة A وبهذا تتحرر القطعة من الملزام إذن لا تعاد الدورة إلا بتوفر الشروط الأولية اللي هي وجود القطعة في الملزامة ولا نهتم بآلية اشتغال المحرك أو كيفية وصول القطعة نتطرق إلى مكونات المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات المختصر أو المختصر بالمتمن إذن المخطط يتكون من إطار لمعلم لهو المرحلة إذن الإطار المعلم يبيننا المرحلة عنا أطر أو إطار أو أطر للعمل المرتبط بالمرحلة أو للأعمال المرتبطة بالمرحلة إذا كانت هناك مرحلتين معناه يكونوا عندنا إطارين واحد أمام الثاني المرحلة الابتدائية لهي تبيننا الوضعية قبل بداية العمل تبينها بواسطة مربعين أو صحة عبير بواسطة مربعين معلم كذلك هذا المربع بالصفر أو بالواحد حسب ثم عندنا الانتقال عندنا الانتقال نمثل بخط أفقي وهنا لا يتم الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى إلا بتحقيق الاستقبالية إلا بتحقيق الاستقبالية وهنا هذا الخط اللي رأينا نشوفه أمامنا هي الوصلة الموجهة وهذا الوصلة الموجهة دائما تكون من الأعلى إلى الأسفل وللارتقاء من مرحلة إلى مرحلة لابد باش تكون الاستقبالية محققة الآن إذا كان عندي الاتجاه نحو الأعلى لابد من وضع إشارة السهم التي تبين بأن الوصلة موجهة إلى الأعلى إذا ما كانش هناك سهم فمباشراني للاتجاه راح يكون للأسفل دون وضع السهم الآن بالنسبة للمخطط الوظيفي عندي المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات غراف سات مستوى أول في المستوى الأول راح نتطرق إلى تعاقب العمليات الواحدات والأخرى هناك تعاقب للعمليات إذن عندنا أول مرحلة في المتمن هي مرحلة مرحلة الراحة معناه ما زال ما بداش يشتغل النظام وباش يشتغل النظام لابد باش تكون هناك الاستقبالية الأولى بالنسبة للنظام لابد باش تكون القطعة موجودة في الملزامة إذن لابد باش تكون كينا توصل إشارة تبين بأن القطعة موجودة داخل الملزامة لما تتحقق هذه الاستقبالية نتحول إلى المرحلة الأولى المرحلة الأولى هي تثبيت القطعة إذن داخل الإطار لدينا الرقم واحد والإطار الموجود مننا على اليمين العمل المرتبط بهذه المرحلة نذكر العمل المرتبط بالمرحلة لما تثبت القطعة إذن القطعة مثبتة أنا عندي استقبالية توصل تقول بأن القطعة راهي مثبتة يمكنني الآن الانتقال إلى المرحلة الموالية اللي هي نزول المثقاب إذن المرحلة الثانية نزول المثقاب مع التأجيل لماذا؟ لأنه لابد بش يكون تأجيل لإنهاء الثقب حتى يمكننا إنهاء الثقب معناه نزع كل الجدادة الموجودة بداخله ما تبقاش جدادة ملتسقة في عمق الثقب الاستقبالية هنا هي المثقب في الوضعية السفلية وانتظار ثلاثين ثانية معناه بعد ما يوصل المثقب إلى الوضعية السفلية ننتظر ثلاثين ثانية باش تعاود تخرج باش يمكن هناك الارتقاء إلى المرحلة الموالية وهي المرحلة الثالثة لتمثل في صعود المثقاب لما تنتهي عملية الصعود بالمثقب في الوضعية العلوية لأنه الخيرول والوضعية اللي يتوقف فيها في الوضعية العلوية هنا توصل الاستقبالية لتمد تتمكن من الارتقاء أو الانتقال إلى المرحلة الرابعة وهي تحرير القطع الآن تحرير القطعة لما تكون القطعة محررة تنتهي الدورة تنتهي الدورة بتحرير القطعة الآن لإعادة الدورة يمكن كلما وجدت هناك القطعة كانت في الملزمة يعني وصلتنا من مركز الشحن القطعة تبقى العملية هذه الدور إذن وهنا لابد باش نبين السهم لمثل بأن الوصل هنا المرور يكون من الأسفل إلى الأعلى إذن في هذا المخطط هنا نتطرق إلى تعاقب الأعمال التي يجب أن تكون حتى نصل إلى النهاية إذن عملية بعملية وبعد إنجاز المخطط مستوى الأول ننتقل إلى مخطط المستوى الثاني وفي المخطط المستوى الثاني نتطرق إلى التكنولوجيا المستعملة لتحقيق هذه الأعمال وكيفية تعاقبها إذن هنا رح ننتقل الآن من المخطط أو من المستوى الأول إلى المستوى الثاني هنا رح نذكر تكنولوجيا في المستوى الثاني رح نذكر تكنولوجيا المستعملة إذن هنا عندي دائما مرحلة الراحة القطعة في الملزمة معناها بالضغط على الملتقط S إذن هنا التكنولوجيا اللي استعملناها لتحقيق الاستقبالية هو الضغط على الملتقط S لما تكون الاستقبالية صحيحة لماذا؟ لأننا نستعمل الثاني إما وضعية صحيحة أو خاطئة معناه إما الاستقبالية وصلت ولا ما وصلت إذن كنت نذكر الاستقبالية صحيحة معناه الاستقبالية وصلت إذن تحقيق الاستقبالية يؤدي إلى خروج الدافعة A لهي الدورتها هو التثبيت معناها أنه فك الملزمة موصول مع ساق الدافعة إذن هنا تتم عملية الدفع حتى الحصر لماذا؟ لأنه لابد من حصر القطعة داخل الملزمة الآن لما توصل الفك يوصل إلى نهاية المشوار يضغط على الملتقط A اللي يبين أنه عملية التثبيت قد حقيقت وهذا بالضغط على A معناه أنه يمد إشارة أنه عملية التثبيت قد قد تحققت الآن الاستقبالية تحققت ما مر إلى المرحلة الموالية وهي المرحلة 2 وهو نزول الدافعة B إذن بخروج الساق متحة بخروج الساق متحة لذلك مدينا B بلوس وهنا هذا الدافعة هي الساق الدافعة هو اللي يكون مرتبط بمركز التثقيب اللي يقوم بعملية الإنزال وانتظار 30 ثانية لإنهاء عملية التثقيب بعد ما توصل إذن إلى B اللي هي نهاية المشوار معناه نهاية نزول المثقاب إذن بالضغط على B تمد نهاية النزول ثم ننتظر 30 ننتظر 30 ثانية بالنسبة للمرحلة 2 إذن S 30 ثانية بالنسبة للمرحلة 2 بعد مرور 30 ثانية هناك المرور إلى المرحلة الموالية المرحلة الثالثة وهي سعود سعود المثقاب برجوع الدافعة B ثم لما تنتهي لما تنتهي مشوار الرجوع نضغط على B0 إذن B0 الاستقبالية لتمدل إشارة إلى الدافعة A B الرجوع وهكذا تتحرر القطعة وعند انتهاء التحرر نضغط أو تضغط الدافعة على الاستقبالية أو على الملتقط A0 وتعاد الدورة كلما وجدت هناك قطعة في الملزامة إذن هكذا نلاحظ الآن الفرق بين المستوى في المتمن في المخطط الوظيفة للتحكم في المراحل والانتقالات نلاحظ الآن أنهم في المخطط في المستوى الأول نذكر الأفعال وتكون يعني بالتعاقب مرحلة تلو من المرحلة الآن في المخطط الثاني يكون هناك التعاقب لكن باستعمال أو تبيين التكنولوجيا المستعملة لهذا الغرض الآن نشوف كيف يتم الربط بين الدافعة و الملتقط أنا كنت مقبل قلت أنه الملتقط يمد إشارة للدافعة إذن يمد إشارة للدافعة عبر موزع إذن هنا الدافعة المستعملة في هذا النظام هو أو هي دافعة مزدوجة الفعل عندها الغرفة شفنا الغرفة A بلوس و A موان وشفنا الغرفة B بلوس و بموان معناه أنه الدافعتين المستعملتين في هذا النظام هي دافعة مزدوجة المفعول التحكم في الدافعة مزدوجة المفعول تكون بواسطة موزع 5 2 الموزع 5 2 5 منافذ و ممرين نربط الممر الأول بالموزع هنا عن طريق قنوات الربط إذن هنا لم الغرفة A موان هي اللي راهي الغرفة A موان هي اللي راهي تحت الضغط إذن هنا راح تكون الغرفة مضغوطة إذن الغرفة اللي تتحل ممر الضغط و الغرفة الثانية المنفذ الثاني هو منفذ الإنفيلات إذن عندنا منفذ التغذية في الغرفة A ناقص وعندنا منفذ الإنفيلات لماذا لأنه تكون غرفة في التغذية لازم الأخرى تكون في الإنفيلات إذن هنا و يبقى لي المنفذ الخامس هنا مغلق هذه الوضعية في الأموة في الوضعية الأخرى في الوضعية أبليوس إذن راح نحول راح يتحول في راح يتحول الغرفة الأبليوسية اللي تولي في التغذية والأموة هي اللي تولي في الإنفيلات هذا الموزع متحكم فيه بواسطة الملتقط الملتقط S إذن الملتقط S هو عبارة عن ملتقط عبارة عن موزع ثلاثة 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 وهذا الموزع وحادي الاستقرار إذن هنا الضغط عليه تكون ميكانيكي الضغط ميكانيكي وبالنسبة للرجوع راح يكون بواسطة النابض إذن هنا نفس الشيء إذن هنا عندنا ثلاث منافذ إذن عندنا منفذ التغذية وهنا هذا النوع هو موزع مغلق في حالة راحة إذن هنا راح ممثل في حالة راحة وغرفة أو منفذ التغذية يكون مغلق والوضعية الثانية تكون ب فتح المنفذ إذن هنا الضغط على S يؤدي إلى فتح التغذية يؤدي إلى ضغط الغرفة بلوس ويتم خروج ساق الدافعة إذن وهذا تمثيل تمثيل لكيفية تركيب الدافعة مع عنصر الاستقبال إذن وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس نرجو أنكم تكونوا قد استفدتم نضرب لكم موعد آخر في دروس أخرى إلى ذلك من الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته